النهاردة كمان عقد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع النهاردة مهم جدا 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 لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في الأسعار خصوصا في السلع الغذائية خلال الفترة اللي فاتت وأشار إلى أنه سبق أنه حصل اجتماع مع رئيس اتحاد الغرف التجارية وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع هيضم محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب وعليه بيتم التنسيق لعقد هذا الاجتماع أيضا الدكتور مصطفى مدبولي قال احنا هنشتغل مع بعض علشان تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق وأنه هذه الوفرة هي اللي هتساهم في انخفاض الأسعار خصوصا السلع الغذائية وهنشتغل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري والمطلوب وهنشتغل مع بعض على وضع حلول تضمن ارتفاع أسف انخفاض الاتفاع ايه؟ تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية خلال الاجتماع اللي اتعمل ده تم استعراض بقى مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية تم التوافق على أنه يتم الاعلان الأسبوع اللي جاي ان شاء الله عن كل التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي والوزرات المعنية إلا أنه الوفرة في الحالات الطبيعية تؤدي إلى انخفاض السعر الوفرة من غير ما نبقى مسكين ودانة تجار الجشعين لهم ما قليلين جدا لا مش قليلين مهما كانت الوفرة مش هتؤدي انخفاض السعر بالمناسبة هو إحنا ده يعني أنا قدر أقول كده بملو الفهم أنا ما عنديش أزمة في وفرة أي سلع كل السلع موجودة بس أنا بخش المحل ده أخدها بقرش أخش اللي جنب وأخدها بقرش ونص أخش اللي بعد أخدها باتنين قرش إذن المسألة مش بس مرتبطة بالوفرة يعني على سبيل المثال إنه هو سعر العلف زاد ولا قال ولا سبت لا سعر العلف قال طب سعر البيض زاد ليه سعر الدواجن يزاد ليه يعني العلف دخل وسعره قال وبالرغم من ذلك الدواجن سعرها زاد والبيض سعره زاد السؤال هل ده متعلق بالوفرة طب أنا وفرت العلف طب هل المزارع لا سمح الله متوقفة لأ المزارع شغال طب أنا لو رحت عايز أشتري فراخ ولا أشتري بيض هلاقي السؤال بقى غالي ليه ده جشع تجار إذن تاني محاربة غشع التجار ضبط السوق الضرب بيد من حديد أرجو ألا أتهم بالعنف الفكري بس هو ما فيهاش حل غير كده يعني إيه إحنا عندنا منظومة قوانين تسمح بذلك؟ آه عندي ضبطيات قضائية تسمح بذلك؟ آه طب إيه اللي بيحصل غير ذلك؟ أعرفش أنا بقى أعرفش أنا بهاواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا